السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما وعدتكم اعزائي المتتبعين الحواج بما انه وقت دي اللي امتحان القرب ده نجعل لغا نشوفش هويش في الفرنسية اللي يعني كي خلقوا واحد المشكلة للتلاميذ ما كيلقوش كيفاش يتعاملوا معه اولا كنصحكم دائما لكي تكونوا في اللاكلاس ديكم في القسم ديكم انكم تقلبوا دايما على دي تيكنيك على التقنيات كيفاش تقرأ قلب على التقنيات كتر ما تقلب على على كيفاش يعني تشحني يعني كيفاش تلقى بزف دي المعلومات كي يكون صعوبة عليك تسجلهم تاخدهم يعني في وقت وجيز. اذا انت دي ما تقلب على دي تيكنيك يعني اي حاجة اعطاها لكم استعاد ولا شي كلمة مثلا كيبقى يعودها هادي هادي كتشدها. اما بزف دي المعلومات كي يكون صعيبة عليك تشدهم في ديك الساعة وكنصحكم تدروا واحد يعني اللي تكون عندكم مذكرة بليك اتدروا اي درس اه يعني كيني واحد الحاجة ما بغيتش تنسها ولا بغيتش تفكرها خد ديك المذكرة دي ما حطها احداك. بقى تقيد فيها غير حويش صغيرين كلمة جوج ولا شي حويش اللي اه يعني غا تحتاجهم من بعد. هنا لتيب دو التكست. انشو لتيب دو التكست. اذا هنا هنشوفو اول تيب دو التكست اللي هو لتيكست نغاتيف. غالبا قاية تعطيها هذا في في الامتحانات. اذا سواء كنتي في اللي ابتدائها وفي الاعدادة ممكن تستفد من هذا الفيديو. اذا بالنسبة لتيكست نغاتيف كيفاش كتعرفوا اذا كي ما اقول لكم قويلة خاصة يكونوا عندك ديك اد تيكنيك يعني يعني يكونوا عندك مليك تكونوا درستو واحدة يلا درستو واحد من النص. وقال لكم استاذ مثلا هادا تكست نغاتيف حاول تسولو او لا يعني انت حاول تعرف كيفاش حاول تعرف كيفاش يعني تبقى عقل على النوع ديها تكست كيفاش غنعرفو الا تحليفش امتيحا ولا الا قررتو في شي اه شي بلاصة كيفاش نعرفوش تكست نغاتيف. اذا هادو اه بعض الكلمات اللي تقدر تلقاهم اه كي بيهم لتكست نغاتيف. اذا لو لتكست نغاتيف يقدر ايبداب اضخو فا لتكست نغاتيف اذا يقدر ايبداب اضخو فا. يقدر يبداب الي تتين فا يعني كان يا ما كان. نفهم تكست نغاتيف يعني هو ذاك تكست ذاك النص اللي كيبقي عود لك واحد القصة كيبقي عودها لك تقدر تكون خيالية. ولا تقدر تكون غيال يعني حقيقيا. اه اه جديس ولا ان جور ان متن ان سواء يعني ان جور في يوم في يوم من الايام كما نقول او لا دات صباح او دات يوم او لا دات مساء او كذلك يمكن نلقى من الفاصل لية او لا البرنة والدات والا العدوان دي غنيه. هذا كلهم ممكن اه تلقى هاد تكست اه النص ديالك كي Habitab بالنسبة للرب غالبا كيكونوا دي غير يعني التكست نغاتيف هو معروف ب اما اما لان الغرفي الا مازال معرفتي لان الغرفي هما هاد اللي ترمي نزور باش كاي يسعليها متعان ا اي اي تي. ولا اي اي يعني ان تلك ان تلك كان الجامعة ولا اي تي يكن لفرب اي تخليد هالا مكان تعطي شوية الوقت اللي تطلع عليهم اه في اللوليفر ديالك هادوش يوحدين منهم ولا يقدر منسوش ان التكس ناتف يعني واحد النص اللي كعود لنا واحد القصة يقدر يكون اه فيه لبخيزون كيتما لبخيزون دولا ناراسيون يعني لبخيزون كهدرك وخا كهدرك على شي حاجة ديال الماضي حيث هاد لا اه لا نبقى في اللي يدرنا هنا هو ديال الماضي يعني شي حاجة كهدرك في الصيف اللي فات ولا شي حاجة. و بالنسبة لدك لبخيزون اه هو وخا كهدرك على شي حاجة ديال الماضي يقدر يستعمل فيها الزمن الحاضر. حيث مثلا ديما كتعود في ديك في ديك الساعة يعني في واحد الفترة من الفترات من العمر ديال الكاتيب مثلا كيعودها لك ديما كتعود. دوزل التكست اخر اسميته انجونكتيف انجونكتيف هادا عندكم بزاف من الربع اللي كان في الربع كان في مستوي تخرين يقدر لكم في الخامس السادس كدالي كان فيه. لتكست انجونكتيف انجونكتيف هو باش كتعرفو كتعرفو كيبدا بلي يعني لتكست انجونكتيف غالبا كيكون ارشادات ولا شي وصفة مثلا كيبكاتشوف هنا يا الصورة هادي اه ميوم دي كريب يعني واحد الوصفة ديال الكريب كيفاش تحضر الكريب بان مشي ونقرروا شوية هنا يا. متخ لافاقين. اه ندوزل واحدة اخرى. ميلانجي. هادو كل هم دي ميلانجي. اه ميلانجي كيتسالاو هادو ار او لا ار او هاوما. ار او لا ار او يعني لفرب عناو الانفينيتيف ما مصرفينش. او كيكونو ايدان كيبداو اما بالارقام هكا ولا بالعوارد. يعني كيبداو بلي فرب اه لا الامبراتف كدالك. هاد اللي في عبال امبراتف هاوما اللي تيغمينيزون ديالو اما اس ولا او ولا او زد ولا او ان اس دو هما اه داكش اللي كاتلقا كيتسالا بيهك اللي كيتسمى اللي تيغمينيزون باش كاتتسالا الكلمة اللولا باش كيبدا اه باش كيبداو دوك اللي فخاز. احنا بقى في التكستانجوكتف ممكن كذلك تعرفوا بلي تيغي. تيغي. هادي واحدة الصورة قدر تلقاوها في اللي في فرد ديالكم ولا شي وحدة كاتشبه لها كاتهضر على لوكو الدولاغوت متلا. متلا هنية عندنا عوارد. بالنسبة لاخرى اه بالنسبة لها هادي. اللي دوزنا قبولة فيها انغوسيت. هادي فيها عوارد. يعني هادي كفيها الارقام. هادي فيها متلا اه شي حاجة على لوكو الدولاغوت متلا تخافيغسي. شوفوا تخافيغسي باش كاتسالا اوزيد. تخافيغسي حتى هادنو هادي ديال النغاسيون. نوتخافيغسي با. لا تقطع الطريق متلا. هفهم? لا هادي هادنو كاتقول لك لا تفعل. كاتنهي نهي. كنهيو بها الشخص على انهو يدير شعجها. ولا النافيف. كيف كاتسعمل بعض الافراز. ادن هادي هي اه اه دولو تكست انجونكتيف. ادن كيكونو فيه لتيغي بحال هكا. يعني كتدير اوامير ولا كنسميهم ارشادات. يمكن يكونو ارشادات ولا اوامير ولا النواهي. كاتنهي الشخص على انهو يفعل كده ولا كده. متلا لا ترميل ازبال داخل القسم ولا هفهم. تكست ديسكريبتيف. تكست ديسكريبتيف يعني النص الوصفي. في النص الوصفة نصفو متلا شي اه شي هاجباش كنعرفها له التكست ديسكريبتيف. الكاركتيريستيك والمميزات ديالو. كيكونو فيه الفخاز لان كون ريشي دو دو اولا تخوة. وبلش دا جيكتيف يعني. كيكونو عندن جيو مال طوال. جيو مال يعني طويلة. عالش طويلة. حيطة عامرا بليزا جيكتيف. في العربية كنقولو النات. يك. ادن كيكونو دوك الكلمات اللي كيوصفو لنا بعد الاسماء في ديك الجملة. حتى انت متلا في الليك خيط يغدير ملكون كاتكتبوا الانشاء. ملكة تبغي تكمبر الجملة شنو كتدير كتزيد فيها لزا تجيكتيف كتزيد فيها آآ النوعود. يعني مثلا قلتي لي باب اتقول لي مفتوح هنتا زدي كلمة. مثلا باب اخضر مفتوح فهم يعني زدي اللون ديالو كدير الحالة ديالو. فهم يعني واحدة الجملة تقدر تاخدها مثلا اكلة احمد التفاحاتة ممكن تجبدها وتوسعها حتى تولي يعني فقرة. اكل احمد التفاحة ما تقول اكل صديقي احمد التفاحة. اكل صديقي آآ القديم احمد تفاحة آآ آآ مثلا متسخة. ولا اكل فهم تبقى تجبدها كل مرة زد لها شعجة تفاحة خضراء غير ناضجة ومتسخة. فهم تبقى تجبد زيد زيد تدير الفقرة. نا مثلا يمكنك تجيكتف كي كنو ديالي كولور روج, ver, جون, blanc. فهم ولا لطاي واش غران ولا بطي يعني غران كبير بطي سرار ولا ميغر ولا غران يعني رقيق ولا غاليد. اتلساسيون اكسسيف دي verب اتر. فا في التكس ديسكريptيف كدلقى لverب اتر سامل بزا فخاسكم تحفظو لverب اتر. هدا اتر كي تسامل بزا فكرة. اتر. يمكنك اتر كنو دي verب خورين ولكن اتر كي تسامل بزا فخ اه اذا كان نحسوا بان النص كيهتر لنا على شي الشخص وكيوصفو لنا كيوصفو لنا كيقول لنا كيدير فوجهو يعني الشعر ريالو كان نشوف بزاف دي الانوان روج كده اذا هذا نص متو نص واحد الملاحظة مثلا في تكس ديسكريبتيف لقينا كيوصف لنا شي واحد مثلا كيوصف لي واحد اللي بنت اسمتها اسماء الرغم ما كدتبقاش تعود اسماء دايما ممكن تعود بل هادي الفي مينا ولا لا بوتيت في ولا لجن في ولا يلا كانت مرة غان لقالة دام ولا يلا كانت مرة كبيرة تقول لا في دام يعني ما كدبقاش تسعمل دايما نفس مية حتى انت في اولا انت في في التعبير الكتابي ديالك ما تبقاش تعود نفس اسماء خاص تعرف تعوده بالضمائر فهم مثلا الا كنت كان نهضر على احمد غانا نعوده من بعد بهو ده اسماء مثلا الا قلت اسماء في الفخص الاولى في الفخص الثانية غانا نقول ال ممكن نعودها واحد جوج مرة ولا ثلاثة ومن بعد نعود على تاني اسماء الا كان مثلا ولد اسميته عالي ولا احمد ولا هي اسمية انا نقول ب اي ال اي ال ال ا ات ال اه ولا ال بوتي غارسون ولا الو جون غارسون ولا البونوم نقدر نقوم هكدا كيت عملينا دك التكس ديالنا اللي هو التكس ديسكريبتيف مع الشخصية اللي كيوصفها لنا لكن كيوصف لنا شي شخصية يقدر يكون كيوصف لنا مثلا اين في المدينة ومفهم؟ بالنسبة للجوع اخر اسميته البويم دان القصيدة بعض المرة كيت تعطيك النص في المتحن كيقول لك اشنا هو النوع ديال هاد التكس كليل يوتيب دوسو التكس ادن باين باللي ان بويم ان بويم مرة عرفتو الشكل ديالو الشكل ديال الشعر ديال القصيدة ديال النشيد الفهم؟ ادن هدا هو الشكل ديالو جوتو دون هدا اخترتو لكم جوتو دون المهم اه هو واحد بويم زوين ممكن تديرو بوزو تقرأو هاد البويم زوين اه حيتي اللي دياليه بوغ لامامو هدا مهدا اللي الام هي مهدا الاغلى انسان عنا اللي هي الام بالنسبة للالتر للالتر معروفة للالتر كيكون هنا المدينة اللي تكتبات فيه باري ولا كازابلون اللي يبغيتي. اه ولا ده جوان 2 ميل فين ولا تشي اصبح هاله واك Breathe واحد اه يعني ما كانش هاد اه وما كانش هاد اكسان joue احمد ا summit انا عمي يعني صديقي. وفي الخير كيكون شكو اللي يكتب هاد آآ الرسالة اذن لمن صفت هدا الرسالة هو اللي كيتكتب الفوق وسكون اللي اكتب هادا الرسالة هو اللي كيتكتب التحت. وجود واني يافيب بها ديكل اذا هدي هي لاليد هادي هي الرسالة. واخيرا نشوفو نوع اخر اللي هو الديالوج الديالوج اه او الحيوار. الديالوج اه كتعرفوش شكل ديال الديالوج يعني مادام غمان فلان يعني الناس اللي كيهدرو وجوجنو قد قدامهم وشنو كيقولو كيكون غالبا سؤال جواب السؤال اه لفخاز انتغوغاتيف تعرفوها با اه بواند انتغوغاسيون علامات استفهام. والاجوبي بعيدا سؤال جواب سؤال جواب وكيهدرو بيناتهم شي شخصيات. الا كان له ديالوج اوس من التكست يعني الحوار. الناس كيهدرو بيناتهم في الداخل ديال النص ما كنلقوش بحال هكده هاد الشكل. ولكن كنلقا عوارض العوارض فهم? كنلقا اه يعني فلان سول فلان اه نقطتين وكيهدرو عارضة. ماشي كان كنكتبو اسميتو ندير النقطتين بحال هكده. كان ديرو غي عوارض. الا بغيت ندير اه بان الشخص الاخر جاوبه. غي كان دير عارضة اخرى كان عرف بان العارضة التانية ره ماشي ديالت هاداك اللول. كان تكون ديالتاني ساحب الجواب. كانتمنى ان كن يعني نكون احطو بكل اه هاد يعني اللي تيب دو تكست اللي تتعطو لكم هما هادو. الا كانتش ملاحظة ولا اشي هجاب ممكن تخليوها في التعليق يعني نزيدو الشرح ديالها ان شاء الله في فيديوهات اخرى ان شاء الله. شكرا على تتبعكم و الى اللقاء.